السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومتابعي القناة أهلا وسهلا بكم معي أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي أحبتي شرفتوني ونورتوني ما تنسوا بفضلكم نعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذا يكتب علي جرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله أعزائي أحبتي تلاميذ سنة أولى ثانوية سعيدة جدا بتموجدي معكم مرة أخرى صراحة تعليقاتكم وتشجيعاتكم في الفيديو السابقة الخاصة بموضوع الاختبار شجعتني بزاة دفع يعني باش نكمل المراجعة معكم وأكيد سنواصل الدعم إذن كنتوا طلبتوا مني بزاة في التعليقات المراجعة الخاصة بالاختبار الأول هاد المراجعة بإذن الله أنا هاد المرة حبيت نديرها لكم بطريقة أخرى يعني أنتم تعبتوا معي على طريقة الملخصات أو دروس القواعد يعني دروس كنت انشرت عدة دروس مثلا بخصيدة إكسبيكاتيف فمن أهم الدروس اللي راح تكون في الاختبار يعني الخاصة بهذا الثلاثة يعني الفيديو راهي موجودة في القناة كده اللي كنت شرحت فيها بعض المراجعات الخاصة بالفصل الأول يعني كما قلت لكم يعني هاد النوع من المراجعة حبيت نديرها لكم على شكل أسئلة الاختبار يعني أسئلة الاختبار المتكررة والشائعة اللي تتكرر في جميع النماذج ما عليكم فقط تقرؤوا النص يعني نص الاختبار تقرؤواه جيدا تفهموه على واحد يعني الموضوع تعوه أو عن ماذا يحكي هداك النص إذا قلتوا النص وفهمتوه وحضرتوا معي هاد الفيديو تع المراجعة الخاصة بالأسئلة بإذن الله راح نتضمنوا العلامة الممتازة إذن احنا حاولت نجمع لكم أكبر ممكن عدد منها الأسئلة وطريقة الإجابة عليها ركزوا معايا فقط دونك اللي احنا في هاد المراجعة راح نشوفوا لتاكست سيانتيفيك ولا اللي سميناها لبولغاريزا سيانتيفيك وكذلك راح نشوفوا لانتربيو يعني هاد المحورين الأساسيين اللي راح ندخلوه في اختبار الفصل الأول وهذا سابق معايا عندي أول سؤال يطرح فيما يخص لتاكست سيانتيفيك خميارما عن ماذا يتحدث النص لحنا لما تقرأوا الموضوع أو تقرأوا النص راح نتفهموا ويقول لك يعني ما هو موضوع هاد النص هاد السؤال ممكن أنه يطرح بطريقة أخرى يعني هاد النص يشرح وهنا يعطيك الإشواء واحد من الإشواء هادوك راح تكون إجابة الصحيحة عندي كذلك ويقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك فيما يخص لتاكست سيطرح لك ويقول لك لأن هذا يصلنا إلى المعلومة. هذا هو ما يخصص على المعلومة. لديوزياماً رلائفة في المعلومة 2 أو 3 أو 4 موات أبداً على المعلومة 2 هذا هو سؤال كذلك ديماس القوى في الإختبارات يعني فيما يخصص على المعلومة. إستخرجي من الناس ثلاث كلمات أو أربع كلمات تنتمي إلى الحقل اللغوي للكلمات اللي يعطيها لكم. برغضل يأطيكم مالشان لكسيكال دي مالادي مالادي هو المرض. ثم ترحوا تشوفوا كلمتين أو ثلاث كلمات عندها علاقة بموضوع المرض. هذا هو شمالتها لشان لكسيكال يعني مجموعة الكلمات اللي عندها المام تام. ثم ترحوا تشوفوا كلمتين أو ثلاث كلمات أجيب بصحيح أو خطأ هذا يعني سؤال بديه يعني دي ما نلقوا في الاختبارات. أنا فقط ماليكم تقرأوا العبارات جيداً وتنتبوا لها جيداً ممكن أعطيها لكم بالعكس ممكن أعطيها لكم بمفردات أخرى ونسوما تحاولوا تقرنوها مع النص وتكتبوا إذا كانت صحيحة أو خاطئة. عندي كذلك سؤال آخر يتعلق يعني بفهم النص اللي هي كلاس الإكسبرسيون دون التابلو هنا يعطيك مجموعة من العبارات ويطلب منك أنك تحطم في الجدول. ان جنرال التكتسيونتفيك رح نتلقوا فيه لكوزة ويكوزة يعني لحنا تقرأوا يعني الأسباب مثلا أسباب المرض أو أسباب هاد الظاهرة لكوزة ويطلب النتائج ممكن كذلك يقول لك تعطيني أنواع الأمراض ولا يعني لتخاتم ولا السمطوم يعني هادو كامل تقدر ستخرجوهم من النص يعني هادو نوع من الجدول وارد دائماً عندي سؤال آخر نميرو 5 لمو سلني فيديغ الكلمة المسطرة يعني هنا يعطيك كلمة ويعطيك اقتراحات يعني باش تبين المعنى صحة هنا يقول لك فيديغ ويقول لك يعطني لسينونيب تا هادك الكلمة يعني المرادف ولا نفس المعنى نميرو 6 عندي كذلك هاد الجدول هاد الجدول يعني راهو دائماً في الاختبارات كمplete لتابلو سويفان عندي هاز الجدول سعر عندي لِيَبْرَوْسَدَيْكَتِفَ اللي هي أدوات الشرحية أو روابط الشرحية ويعطينا يطلب منك أنك تستخرج دز إقزمبل لِيَبْرَوْسَدِيْكَتِفْ لِيَبْرَوْنَا عندي لديفينسيون stopped عندي لفنكشون عندي لإللستراتيون هادو كامل لِيَبْرَوْسَدِيْكَتِفْ نستعملهو服 لتكستِف للإمكان بطينا وعنددي لديز إقزمبل وعنددي كدك لارو فورميلاسيون هادو كامل من لِيَبْرَوْسَدِيْكَةِفْ وإلا يعطيك يعطيك عنا اخزمبل يعطينا مجحنو هوا يعني المعنى تا Оه إذا كان ديفنسيون وإلا إلستراتيون نسابه جيدا لهذا النوع من الجداول واللي ستكون عليه نقطة يعني أدو نقطتين أو تلافة هذا الدرس مهم جدا جدا وراه موجود في القناة عندي سؤال آخر لاحظوا معايا ماذا تعوض الكلمة المسطرة هنا هي يعطينا إما جملة أو في النص كينا كلمة يسطر عليها ويقول لك وشنو تعوض صحة أو هي وش تعوض هذا الدرس يتخلق اللي هي البدائل النحوية واللغوية والله هنا لازم عليكم تقرأوا معنا الجملة كاملا وتفهموا حتى تعرفوا الكلمة هذيك وش تعوض نمير ويت حول الجملة من جملة يعني شخصية إلى جملة غير شخصية لحنا هدف يحسط دمر 정치 الان أحو Trinity ويكون أصب eleف على نجلة شخصية ويكون له عندي Sy Boo تم تعوض فلا احنا عندنا انه سجي وعندنا انه وعندنا انه سجي اللي احنا راهو معروف ويحنا يشرفونه وانه بل هذا سجي يدعونه على سجي يعني مع هذا المسؤول وذلك تحفين اله ومن يحفل لنا في اللي خواه انه فيما يخص تحوي حديث تحوي حديث كامل أو الجي فالعكس وهالد سؤال دائمان وارد فل تكس سينتفه عندي سؤال آخر وهو كذلك متكرر دائما يعني لسجات كامل احتقوا فيهم نفس الأسئلة نميرو 9 لأطور est-il présent dans le texte justifie ta réponse الكاتب هل هو حاضر في النص وعليل إجابتك لحنا في التكست scientifique لأطور est toujours absent وعلاج absent لأنه c'est un texte scientifique لحنا تكون جفو la justification والاش في القناة لأطور est absent لأنه لنطور لكي مردد لأطور لنطور حقور أموضر لإجابتك للماتج إنه لاحقور لأطور لحنا لأطور لأطور ل然ه لاحقور الأطور والذي كان لئك للاحقور الانطور إنه لاحقور إنه لاحقور لأنه عمو threat يعني لا يطرح وجهة نظره دونك لما الكاتب ما يمدناش لوجهة نظر تعه دونك إلي أبسن ولا هذي هي نميرو ديس يعني ما هو الزمن أو زمن تصريف الأفعال الطريق في النص يعني هذ السؤال كذلك هو دائما واضح أو دائما متواجد زمن اللغه نفل الكتكتش للمعي ونفترح الحقائق العمى أو الحقائق العلمية نميرو انز اقترحوا عنوان للناس. يعني لحنا لما تقرأوا الناس اذا كان ما عندوش عنوان. عايحين تشوفوا يعني باختصار على واش يحكي هاداك النس. وتكتبوا لتيتر. اما فيما يخص الوضعيات الادماجية. فيما يخص سنة اولى التانوي. من المفروض انو يعطيك دو سجي. يعني موضوعين للمناقشة. اما انك تلخص نس ولا تدير رزمي دان تاكس سينتيفيك. والا يعطيك موضوع يعني موضوع علمي. خاص ما تعلن بالامراض او خاص باي ظاهرة علمية كنتو تناولتوها. يعني المواضع مش عليها تخرج على البرنامج ومش عليها يعطيكم يعني حاجة بزاغ. ولا احبتي هذا فيما يخص مراجعة جميع الاسئلة اللي تكون متكررة ومتوقعة في التاكس سينتيفيك. يعني اذا فهمتوا معي هادا الجزء. يعني احين تدخلوا الاختبار بكل ثقة. اه جزء الثاني احين شوفوا الانتربيو. اه ولا تبقى معي. اذا سابعوا معي. عندي الانتربيو. الانتربيو اش تعني? تعني المقابلة الصحفية. يكون فيها يعني اه طرف هو عبارة عن صحفي. والطرف الاخر اللي هو الضيس. ولا تكون بيناتها محوار. وتكون اسئلة متنوعة يعني حول حياة الضيف او حول انجازاته او حول موضوعين ما. ولا هادا فيما يخص الانتربيو. الانتربيو كيفاش نعرفوه? راح يكون عندو ان تيتر اللي هو عنوان. يكون عندي ان شابو. اللي هو هاداك الجزء الاول تا الانتربيو يكون مكتوب انقراء ايه اني تاليك. انقراء يعني بخط اسود غاليد. وبشكل مائل. هادا كنسميوه? لشابو. كذلك راح تكون عندنا دي كسيان و دي فخازة انتروجاتيف. وعندي اه فلا كن ما قلت لكم. لز انترلوكوتر. لز انترلوكوتر هما لطرفي الحوار. اهنا راح نشوفو مجموعة الاسئلة المتعلقة بهاد الموضوع اللي هو الانتربيو. يعني اذا اعطاكم سيجيت ولقيتو فيه مقابلة ولا اه انتربيو. الاسئلة ان جنرال راح تكون كالتالي. بخميار ما كالي لتيب دي تاكست. ما هو نمط النص? لحنا اذا لقيتوها كما قلت لكم اه انتربيو. راح تقولو لتيب دي تاكست. اتون انتربيو. يعني مقابلة صحفية. داخلو تاكست. اتون انتربيو. يعني اه انتلق من الناس يتعلق الامر بمقابلة صحفية. لحنا كيفاش نديرو على جسيكست. يعني لما تقولون سايا الو تاكست. ستون انتربيو. لذلك ، سأرمز الكثير من الفتيض لدينا الاسئلة فضلك سأرمز كثير من المساعدة لدينا الانتحدى الانتحدث عن الاشوار المساعدة التي تأتيم الاشوار هذه مؤمنين للناس إضافة كيف مع أطوالكم اجل المساعدة منهم اه طرفي او اطراف الحوار حددهم لحنا الانترلوكتور ممكن تكون ان جورناليست معا ان سيونتفك او ان جورناليست معا اميدسان وا الا ان جوار دفوت وا الا اه المهم يعني مهما كانت تصفت هاداك الشخص يعني اللي عنا نتحاور معاه. دانك دائما يكون ان جورناليست معا الشخصية. هدا فيما يخص لع دوزيام كيشن. اه دونك اللي احنا اذا قلتوا هاد الكلمة اللي هي انتربيوير اللي هو الشخص اللي يطرح الاسئلة اه الانتربيوه اللي هو الشخص الضيف. والا الانتربيوه هو الشخص الضيف او الطرف الثاني في المقابلة. والا. تخوزياما عندي لشان لكسيكال 2. كما قصلكم قبل قليل السؤال هدا تعالو شان لكسيكال راحو يطرح دائما. احنا يعطيك الكلمة. على حساب موضوع النص. ويقول لك يعني يستخرج لي 2-3 مو. اعبارتنو او شان لكسيكال 2. هدا فيما يخص هاد السؤال. نميرو 4. احنا احباتي ركزو معايا جيدا ونزبوه جيدا هاد السؤال مهم جدا جدا. وفيه بعض التفاصيل لازم تنزبوه لها وركزو معايا جيدا. كلاس لفخاز انتروجاتيب دان لتابلو. سان نوف الجمال الستفهمية في الجدول. لحنا هاد الجدول كما احكم سلاحدو عندي في خاناتين عندي انتروجاتيان او انتروجاتيان تتال وعندي مو انتروجاتيف او انتروجاتيان partielle. وشتعني لانتروجاتيان. لانتروجاتيان هي طرح السؤال بدوني استعمال اداز الستفهم. وذلك قدك نسميوها لانتروجاتيان تتال. اذا طلب منك انك تستخرج انتروجاتيان او انتروجاتيان تتال تروح تبحث على السؤال مفيهج واحدة كمان ، constituينما احكمان حروبياتيان ترت Beijing انتروجاتيان او stareتاتيان. لانتروجاتيان تتالي مشوهج كتيران قد التاثمانا بدوني استعمال احكمان بالاستفهمة بالانتروجاتيان هو ايضا هات ي nhất что closet؟ لحنا لنا نسى ون تعرف احكمان يعني الادوات ولا الكنكتر نستعملو في الانتروجات ولا دانك هاد نسميوها لانتونation او لانتروجات تطال ولا نسابهو جيدا اما لجيها تاني عن دي مو انتروجاتف او انتروجات partielle lانتروجاتن partielle هيا نستعملو فيها الادوات طالح سؤال هيا بارزامل كمان، كون، كال، فرقوا، كي ولا إذا قيتو واحدة من الادوات الستفهم هادو في الجملة رحن نسميوها لانتروجاتن partielle و إذا قيتو سؤال يعني بدون الادوات الستفهم نسميوها لانتروجاتن طالح و لانتونation ولا هاد سؤال مهم جدا في درسة لانتروجاتن ولا أحباتي نمرا 5 تروب دان لتكس اون انتروجاتن طال و اون انتروجاتن partielle هو نفس السؤال ولكن بسيارة أخرى يعني أوجد من النص انتروجاتن طال لي هي من استعملوش فيها الادوات الستفهم و الانتروجاتن partielle هي الجملة الاستفهمية لي تلقوا فيها كمان، كال، برقوة اكسترا نسابهولي جيدا أحباتي من فضلكم الهات المصطلحات يعني باش موتقوش في الخطأ نمرا 6 لفورمولة دوورتور دون انتروجو اللي هي يعني العبارات افتساحية للمقابلة الصحفية باركزامل هادوك دائما تلقاهو في الاول يعني باركزامل يقول بانجور موسيو يقول ستانانور فورو نو دوو بارلي يعني يقول صباح الخار السيدي يقول هو شرف لنا اننا نتحدث اليك يعني هادو العبارات تلقاهوهم في اول جملة افتساحية او جملة يسأل فيها الصحفي عندي او سي للمقابلة يعني عبارات انها المقابلة باركزامل مرسي داوار ريپاند او نو كسيان شكرا لك لإجابتك على السيليتنا هادو للمقابلة دوو وارتور ولمقابلة دائما تلقاهو في اول واخر المقابلة ولا احباتي هادو فيما يخص شرح موضع لانتربيو هادو هادو هما أغلبية لسيلا كل الأسئلة يعني اللي تطرحوها يعني من خلال هاد الموضوع نتمنى يكون الشرح واضح ولا اي سؤال خليوا لي في التعليقات ان شاء الله سأحاول يعني ان نلبي طلبات الجميع ان شاء الله هكون في مستوى يعني او عند حسن ظنيكم اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله اذا كسان الوقت احين نقدم يعني موضوع اخر خاص بالانتربيو اللي هو موضوع اختبار وفلا رحو موجود الاختبار الاول الخاص باللا فيتامين سي رحو موجود هاد الموضوع سيتان تاكست سيونتفيك وفيه يعني طريقة الاجابة على كل المواضيع العلمية فقط كما قلت لكم الموضوع تعال النص هو اللي يتبدل ولكن طريق طرح الاسئلة والاجابة عليها يعني كامل كيف ولا احباتي بحاد نكون وصلنا لنهاية سوف هاد الفيديو انتونا تكون استفدتم معايا من فضلكم اذا عجبتكم اذا استفدتم منها بنتجوها مع زملائكم حتى تعال مسائدة على الجميع ان شاء الله اترك لكم فيها تلاحظ والسلام الله عليكم اشترك اشترك